قلت في في مسار خمس عشرين جولي فما زوج شقوق شو ملا زوج شقوق هاته هو بش نعطيك عموما بش نفهمه خل نفهمه خل نفهمه لا 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 ما حبش لاشخاص انا حب نفهم الحب نفهم ساعة هالمسار هاي دايش قوله مسار خمس عشرين جولي بتفاصيل في الندوة الصحفية بعد اي اي ميساريش عطينا شوية قبل الندوة صحفية ازمة متاع ناس تخدم في مسار وهذا هو اللي تعرضت لو انا عليش تعرضت نوع من الايقاف والهرس الذي اني انا نحكي في مواضيع انا ندافع عند ربو يعني نخدم مانيش نخدم في اشخاص نخدم في شأن العام نخدم في السياسة نخدم في البلاد ذي لانه عندي مرجع مرجعية دستورية وانا من عائلة كما قد كم وقاومة يعني انا الهدف انتهي وخدمة شأن العام مانيش نخدم في اشخاص وقلت في اكثر من بلعني راو قيس عيد فرد معنا في المسار راو الدولة مست مرة بقيس او بغير قيس بمحمود وغير محمود اليوم قيس غضوة هذه سنة الدولة على السلطة ثم بعض المسؤولين وبعض المسؤولين يعني السامين يخافوا يقول لك المسارة ذي والحزب بتاع المسار والمساندين الرئيس باعتبارهما حزام سياسي لرئيس الجمهورية باعتبار نحن الوحيدين اللي اندافعوا على الدولة واندافعوا على الرئيس في الانجازات وفي مكافحته الفساد بل بعكس نحن اللي ادعيناه ودفعناه الى ضرورة اه محاربة الفساد وقتار محاسبا تلق وهذا كان مطلب حتى الشعب في حدد نما ناس يكون يقول لك ها المجموعة ذوما يتكلموا بتلاقة وقعدين يعريوا في الواقع وينقضوا حتى في المنظومة ذي خوفوا ودو الحينجمهم يكونوا هما في السلطة مع الرئيس اذا يزم ضربهم في كل مرة. شكونا من تخوفي. عني قلت لك انا عركة داخل المسار حديد يحوك في حديد. حديد يحوك في حديد. هذي هي عركة داخل المسار في. هي تتعركوا على شنو? العرك هذي على شنو? يعني غرتك عركة زعامة عركة تموقع. عركة ناس شادر الكرسي وتخاف ان تخسر الكرسي الفات شخص اخر مقرر لانو تحكي على الكرسي تقصد تحكي على الكرسي تقصد الوزراء المسئولين. منش نحكي على الرئيس جمهورية. نحن عارف كما تجمس كنت حكى على الرئيس جمهورية. تحكي على الوزراء اي. معنا فهما التخاوف بينكم انتمة والي وزراء. وهو كذلك. متخاوفين شكون الوزراء. هده هو. الوزراء خايفين منكم انتمة لأنكم تتكلموا بتليقة و مسار وواحد. تقوة اللي يسمع فيه رئيس جمهورية. نحن اكسيجين رئيس جمهورية في برشا مواضيع. ونحن الصوت اللي يعني يحتكملوا رئيس الجمهورية في عدة مواضيع وترجع عندي لندوات الصحفية المواضيع اللي تحرقنا نحن يعني تبنيهم رئيس الجمهورية مواضيع البنوك وكرتل البنوك والمحاسبة والقروضات اللي قاعدة تتخذ مغير ضمانات. لكل حكاها لهم المسار قبل ما يتبنيهم رئيس الجمهورية هذا يثبت في الندوات وكنتم تنم حاضرين معنا حل البلدية نحن طالبناه عدة يعني مواضيع بالعشرات مواضيع تبنيهم رئيس المسار وكانوا ثم نحن كنا نوعا ما نخدموا كما تقول انت في مناش في هو ناخل مفسيح في العلن لكن كانت يعني ثم نوع من الغموض حول هذا المسار والحراك وغيره يعني شكون اللي يراهم وشكون اللي سير فيهم وكيفاش يخرجون أدوات وغير مرخص لهم واذاك عليش نحنا رابسينا سعينة مستعملوا حاجة عملنا حزب بايش حتى لانو النقط جينا من برا اكثر مديخ لانو حتى كانت تقول لي رئيس الجمهورية محبش الحزيب حزيب الفيزة حزيب عندي مويدة اجنبية لكني دار عامل حزيب قاعدة تخدم قاعدة ترخص الحزيب ومرخصوش كان للمسار رخزو حزب حزب حمسة وعشرين فينا خذب رخص صالح بوكرا اخذاء رخص مسار خمسة وعشرين اخذاء رخصة محمود بن مبروك ثم ولف الحامد يميخذاء رخصة ثم الخبثين يميخذ رخصة إذن ثم ناس قاعدة تنشط في إطار القانون واخذاء التدخيص حزيب حزيب خمسة وعشرين بحزيب مسار الخمسة وعشرين الحراك مش كحرك كان حراك معنا نخدمه في نسي جي معنا حتى إشكال بالعكس اليمين العام بتاع حزيب حراك خمسة وعجويلة هو صالح بوكرا حضر معنا في ندر الصحفية الإخرانية كان حاضر معنا واضح